بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتبي فعشت حياة العلماء وطرق صنوف الكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة التفسير فإذا جاءت القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد أن تصمها يوم يفر المرء هانبا من أخيه ومن أمه ومن أبيه ومن زوجته وأولاده لماذا يهرب لما يرى من الهول العظيم والخطب الجليل لكل مرء منهم من هؤلاء حال تشغله بنفسه فلا يفكر في غيره بل هو من شغل بنفسه وجوه المؤمنين يوم القيامة مضيئة جميلة فنحة ضاحكة مستبشرة بكل خير وسرور لما هي مقبلة عليه وما هي فيه من النعيم وجوه الكافرين عليها غبار وسواد وذلة وحزن وظلمة فأصحاب هذه وجوه المغبرة المظلمة هم الكفرة بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام المعاندون للحق لما جاءهم والسائرون في طريق الضلالة والباطل بعض الدروس المستفدة من آيات أولاً إن القيامة إذا قامت هرب كل أحد من أقربائه وأولاده لماذا؟ لأنه في هموم تشغله عن غيره حتى إن أول العزم من العسل عليهم الصلاة والسلام إذا طلب إليهم الشفاعة يقول كل أحد منهم نفسي نفسي حتى إن آدم ورسول عليه الصلاة والسلام يقول كل أحد منهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيني فيا أيها العبد هل تفكرت في ذلك الموقف واستعددت لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح اسأل نفسك ثانياً إن هولى الموقف يوم القيامة شديد فمن يا ترى يستعد لذلك الموقف العظيم ومن شدة ذلك الموقف ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاتاً عغاةً غغلاً غغلاً يعني غير مختونين فقالت عائشة فكيف بالعورات كيف يعني والناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال عليه الصلاة والسلام لكل مرئ منهم يومئذ شأنهم يغنيه أواه النساء وبعضهم بالمخاني وفي الأفض قالت عائشة قلت يا رسول الله النجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذك ثالثاً إن المؤمنين يتفاضلون في الجمال وذلك على قدر إيمانهم بقوة الإيمان والعمل الصالح فإذا دخلوا الجنة تفاضلوا في جمال وجوه يقول عليه الصلاة والسلام أول زبرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرة والثانية على لون أحسن كوكب دمئي في السماء وفي الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام أول زبرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرة والذين على آثانهم كأحسن كوكب دمئي في السماء إضاءة أخي المسلم اجتهد أن تكون من الأوائل من الذين هم أول زمرة فإن فضل الله واسع وأقبل على الله عز وجل رابعا إن الكفر هو الخسارة العظيمة وهو القبح في الوجه والعمل والقلب وإن الكافر يأتي يوم القيامة وعلى وجهه الغبرة والقطرة والقبح والسوء وقد قال عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وقبرة قمه البخاري فعلينا نحن طلاب العلم أن نبين للناس أيضا النتائج التي تكون يوم القيامة للكافر والمسلم في المصير وفي الهيئة وفي ما يفرح وما يحزن وفي النعيم والعذاب وفي الجمال والقبح وغير ذلك ما ورد في القرآن والسنة وهل نقوم نحن الدعاء ببيان ذلك للناس وشرحه حتى يتعظ من دعي الإسلام وحتى يتعظ المسلم الذي يريد أن يترقى في درجات الكمال ودرجات المراتب العليا في الجنة هذا وصلى الله وسلم وبرك عن نبينا محمد آله وصحبه أجمعين